اليوم مش نحكيه على واحدة من الشخصيات اللي يتحكي عليها برشا ومازال يتحكي عليها برشا رغم اللي هي ما كانش عندها هكا حكم ولا تاريخ كبير عاملة حاجات ولكن وقتها الحبيب الجملي سيد الحبيب الجملي اللي كان رئيس الحكومة المكلف اللي كانت حكومته استقطت بعض طريقة طويل لامتاع مشاورات وكان البرح كيف إداعة EFM وفاصل هذي كل بالجداء ولكن زيدا اليوم في سؤال هل أنه أنت شنية الحاجة اللي كنت نجم تعملها التونس إذا كان أنت كنت رئيس حكومة نسمعه كيفاش كانت إيجابته من ناحية الشخصية البحثة من حسن الحظ ولكن ليسوا حظ تونس لأنني أنا كنت أعتقد فيما أعددته من رؤية ومن برنامج ومن عزم صادق على إحكام قيادة البلاد كان ممكن تكون فرصة ضاعت على تونس لأني أعتقد بأنه أزمتنا في تونس هي بالدرجة الأولى أزمة قيادة أزمة رجال أزمة قدرة على تسهير دولة بمفهوم عصري وبمفهوم علمي يحكم أليات التصرف في شؤونها أنا نقول الأحبيب الجملي فرصة ضاعت على تونس رؤيته وبرنامجه وتصوره لقيادة الدولة ضاع على تونس يلطيف يلطيف علينا يا هاجل أزمة قيادة أزمة رجال وأنا تونس هي اللي خسرتني يلطيف علينا يا هاجل وخيطي رانا والله خسرناهك الرجل والله ضعنا 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 رانا تعشى ضايعين هايمين ترزينا فيك يا سلاحبيب أصباح فضل سيئيت أنا من الحاجات اللي ضحكتني كيف وكيف شخصيات خلية أحكي عليهم يحكي على نفسه بالصيغة الغائب الضمير الغائب اللي تعطي صورة على تضخم الأنا بقاها وديما الشخص يعني هو لو جاء بنفس البرلمان هدايا بنفس السياسيين بنفس الوضع يتصور لي هو بش يعمل خير من الأخرين هذا هي تشخيص غالط التشخيص هي الأزمة عمق هي أزمة عن نظام سياسي ماهيش أزمة متع أشخاص باه أنا والله يا هاجر ماكتعرفني يا أخوك ننتبه في الكلام أكثر من العبيد ببرش أي كي هو يقول الدولة ذا ماهيش تاع أيدي مرتعشة وماهيش تاع درشنية معتا رو يقصد اللي هو ماهيش تاع أيدي مرتعشة معتا في اللغة رو هذا كاش معنى تارى هذا كاش يقصد قال أزمةنا أزمة رجال أزمة قيادة معتا أيك قال أزمةنا أزمة رجال معتا كان هو الرجل الأخير المنقذ معتا اللي موجودين توا أشباه ولا شني أو يا صاحبي شنو هيدا يالتي فعلينا يا هاجر وخيك يا أخي مشينا رنضوعنا موتنا متان رنضوعنا آه مش متاع وذي كانت عليها خدسين لغم المدة الطويلة اللي قاعدت فيها في تشكيل الحكومة ولكن ما نجحش في أنه أنه يربح المصادقة عليها من الناس الممثلين في مجلس نواب الشعب مشكن هو يقول اللي أنا تونس خسرتني فما برشة سياسيين أخرين خطر ما اقتعرف كيف دائه في المتفرج يبدأ المتفرج يبدأ فيرس برشة كما السيد صافي سعيد اللي هو بنسبة لي في ثلاثة سنين يرجع ميراجع تونس حاجة كبيرة برش السيد قي سعيد غايب على الساحة وغايب على ما عرفت الساحة السياسية ومفاعلها الحقي ثانيا أنه القضايا الأساسية بعيدة عنها أنا سلمني دولة هذه سلمني دولة واستلاني ثلاث سنوات ردها لك جديدة ردها لك عسم السيديو متاعك والله والله ما فيه ما أسهل من تونس أسهل من حكم تونس نعم أسهل من تنمية تونس وازدهار تونس وتقدم تونس ثلاثة سنوات مش ترد النهابة الصراقة مش كل تونس في النخبة متاعها النهابة الصراقة وعطيني تونس ثلاثة سنين وحكاية وقتها عبرش على رواندا كيفاش هي دولة ما عندهاش حتى ساحل ولكن نجمت تنجح من أزمة كبيرة ومن كانوا ميتوا برشا ناس أكثر من مليون ونص شخص اليوم وليت واحدة من الدول هكا المتقدمة في أفريقيا ونحن اليوم عنا موقع استراتيجي والبحر وعنا برشا ثروات وعنا عدد سكان محدود ولكن ما نجموش نشحوقها في ثلاث سنين نرده لكم دبي عنا مثل يقول المتفرج فارس زادة أنا طوى كيف كيف نجم ونقول لك أنت طوى متفرج اي متفرج وفارس وفارس أيضا وبيش نقول لك أنه مثلا البلاد كان نعطيه هالسيمورات باللاكحل أنا متأكد أنه معانتها هذاك الآية دي المرتعة شابية في ستة شهور في ستة شهور بش يرد تونس خير من دبي معانتها لا يعني كلام مجد على حد وهذه النظرية اللي أنا معانتها الناس سيئة بالمشاكل وتفكيك المشاكل وتحليل الأزمات والعمق بتاعها المشكلة أنا كان جيت أنا راكم شفته كيفاش هذا هي كلام غلط وننصحت وانسا أنه ما يسمعوا حتى حد مش كان صافي سعيد ما يسمعوا حتى حد يقول لهم كان مش أنا رأي الدنيا ما تمشيش ريتو الخطاب اللي كنت تسمع فيه انتا صافي سعيد هو اللي بيعولكم فيه معتها السياسين انتا تنسوا كل أنا بش نمنعكم وانا درشناه وهو اللي وصلنا الوضعية اللي احنا وصلنا لها اليوم خطر مفهمة حتى حد اليوم بالكليم بركة ينجم يمنع البلاد ولا عنده العصاص الصحرية بش ينجم يعني كلهم رمي يكذبوا عليكم كل 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 مفهمة حتى واحد يحكي لكم الخطاب هذية تشربوه خطر مبعد كتاب لع الحربوشة هذيك بش يقول هوا ما عمل لي شي وبيش تعود تاكل بعضها من لو عنده برنامج ايجي احكيه عندك خطة عملية خليك براجماتي براجماتي في تفكير هاوش بش نعمل 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 أخطر أمين وسهل ياسر والله هنا بركة بش المال نعملوا خطاب سياسي كما اللي قال يتفع هاي سيدي أمين كي بش يشد رئيس بش يقضي على الفكر و بش يعمل التانمية و بش يعمل بنية المشكلة هذوم لكل قاعد خل فيه همش أصلا في صلاحية رئيس الجمهورية حسب الدكتور تحب اليوم يخرج واحد يسوتروا الناس كل والله طبعا أنا مليش معاها الفكرة كان يخرجوا مثلا أنا أمين كان شد رئيس جمهورية تعالش كلهم نعمل نرجعوا كما كنا قبل والأحبوسيات مش ننظفها خطفها مش كون مش نحط فيها هتشوف كيف هايش هدا اللي يحبوا يسمعوه لعبادتو للأسف ولكن دور السياسي مش إنه يقول للعباد الكلام اللي يحبوا يسمعوه خطفها مش كون برشة سريقة اللي ما تحسبوش ده نكتبش حسبهم والخوانة انت على البلاد اللي نحكي عليهم أدوكم الخوانة والغرف المظلمة وندرشنية لا لا مش كلام بالفعل تتشوفوهم بالواحد بالواحد شدي الصف الاثنية المرنة جاية كلهم بالواحد شوف أمين بش نلخص راهو دور السياسي رجل للدولة ما يقولش للمواطن الكلام اللي يحب يسمعوه يعمل يعمل لا لا يقولوا الكلام اللي يلزموا يسمعو أحنا للأسف الناس كل تقول التوانسة في الكلام اللي يحبوا يسمعوه ولكن اللي يلزم يسمعوه حتى حد مطاعد خطر هذك ما بيعش في حملات انتخابية مستحيل يساوطوك وانت تقول في الكلام الحقيقي يخير معاش يتكلم خلي يعمل الموجعي هما ذا كل كلام خاصة يجي وقت الانتخابات وقت يبدأوا يحبك أنت يتساوط له شو يقول لك شو رجعلك تونس ثلاثة سنين نرد هلك وبالله سمعني كالكلوه معاته السعيد من تخبين وثلاثة ملايين معاته يجي هو يحكي كيف معاته قايز سعيد من تخبين وثلاثة ملايين معاته كمام ما جابش حتى ستة بالمئة صافي سعيد في الانتخابات الأخرى معاته شنو منتوى تخدم في حملة انتخابية الثلاثة والأربعة سنين قدام وهلق من المشاكل إنه معاته عنا عشرة سنين في حملة انتخابية ما فماش نهار وقفة الحملة انتخابية كل واحد يتكلم كان جيتانا راني باش نعملو كان جيتانا ويخمم في الانتخابات الجاي في حين إنه روا في الديمقراطيات تصير هدنة مدة الأربعة سنين يقعد عام لحملة انتخابية أربعة سنين خليها الحكومة تخدم باش أنت يتنجم تحسبها للأسف كما خليوش الحكومة تخدم نلقاوا رواحنا في المنطقة ذا واحد من المرشحين للرئاسة زادة سيد لطفي المرايح اللي كان حكاية البارح وحكاية كلام على رئيس الجمهورية أما قرر وفي الأخير مش خطر أنا من رأسي تقرع نسمى عشنا ما قرر السيد هذا باش يعمل يعني البسيكوبات اللي هو مريض نفساني أصلا يعني أنا نقول كطبيب والبسيكوبات خيسمع فيه بسيكوبات وانتخبناه انتخبنا الناس اللي هي ما تقول حتى كلام وما عنده حتى خطاب يعني وين ماشيين وين ماشيين بالبلاد وبعد نقول وضعيتنا تعيسة وضعيت تعيسة من نحن حاجة يعني كارثة رأو بالنسبة لنا معنا بالنسبة لستونسي نستروج عنديش مشكلة هو الكرسي لابد يقض عليه شخص مش بالضرورة أن يقض عليه لطفي المراح نجم يقض عليه شخص آخر رأي إنسان ما وش منيانا تقرع وكهو كان مش أنا ما انتهى لكل شيء خائب لا لا ولا كما ترى خطاب السياسيين وقت يبدأ وخاصة أنهم في القوار أزمة البلاد إذا فهم حاجة كما يقول هو اللي هلك البلاد هو أنه سياسي يخرج يقول على المنافسين متاعه أنه بسيكوبات ومريض نفسي وكذلك رأوا معنا أنا ما شوفش فهم نزول بالخطاب السياسي أكثر من هك أنا معنا أنت سمعت الحوار هذا ما قالش شنو الحاجات اللي مثلا رئيس الجمهورية يلزم يعملها نقعده في الاتهامات اللي ما عندها حتى معنا وشفته أنا حتى سلمراحي معتها تجاوز حدود تونس ولا يعطي في الصفات يقول أنه ميتيران أسوأ رئيس عرفته فرنسا معنا أنتها كلام غير معقول فقط باش يتكلم باش يظهر باش يظهر الشخص مش الفكرة أمينش بك قلنش تفرحي بش ما تكلمش كان رئيسكم يا سياسيين ويا سياسي لطفي المراحي ما تعرش تحترموا كيفش تحبني أنا صحافي نحترمك كان أنت رئيس الدولة بما يواثله من مؤسسة رئيسة الجمهورية تعش معنا مش نحترم في قيس سعيد نحترم في رئيسة الجمهورية هي مؤسسة يرزمك تحترمها كي تخرج أنت تقول على رئيس الجمهورية رأي بسيكوباد كيفش تحبني نحترمك كنتي بعد تحب تقعد عليه الكرسي فسر لي معتك كيفش تحبني نحترمك ونجاوبك معتك بعبارات يمكن تناجم تكون لائقة جدا كان أنت تفضلهم كان هو قلت عليه بسيكوباد أنا ندافع على مؤسسة رئيسة الجمهورية فأني نعتبر كانت للاسف بيبولي خطر شكرته ونبعد ذميته ومن شكره وذمه فقد كذلك حتى للبارح قال أنا انتخبته كانت تعاود نفس الشي نعودنا انتخبه على خاطر بنسبة لي هو نبيل قروض عطا توصيف بسيكولوجي المرض نفسي قال بسيكوباد أنت بيبوليخ لا شوف أمين أنا من غير ما ندخل في هذا رأى دور السياسي مش أنه يعمل تحليل نفسي للخصوم تاو أي أنت بوليتيك مو كوريكت يدن لا دور السياسي يا أخو يقول لنا كيفاش آما هدايا الاتهان والسبان متاع الأشخاص والإساءة الأشخاص حتى كان مجيش قيد سعيد رئيسة جمهورية رئيسة الجمهورية حتى كان جاي شخص آخر رأوا ما هوش من حقك حتى كان جاي مجرد نائب في المعارضة رأوا ما هوش من حقك قدام الناس قدام الرأي العام وقدام عائلة الشخص هذك تقول له كلام من نوع هدايا رأوا هدايا غير مقبول بالمرأة وهذا يروا يدخل في مجال الثلب ورأوا معانتها هو يدخل تحت طيلة القانون أنك تخرج في العلام وتقول الشخص الفلاني به وعليه وسيدي فرضا نفترضه يحكي على شخص آخر والكلام هذيا صحيح هذيا أصلا يدخل في السر المهني وهو كطبيب ما عندوش الحق في يحكي على أمراض الناس ورغم أنه أنا متأكد للكلام هذيا كله غالط وهو فقط في باب المناكفة السياسية اللي ما عندها حتى السياس هذوم السياسيين أحسن بلاد وأكثر بلاد متقدمة